في الاعتصام الأول عند وزار التربية كان اعتصامنا فني ودستوري دستورياً نبيل عدل والمساواة بين طلب الثاني عشر العام والخاص الفني أنهم أخذوا كامل دروسهم بالأونلاين احنا اعتمدنا عن وزار التربية وشديننا أيدينا بأيدهم بسبب الأزمة فرضوا عليهم أونلاين وخليننا عيالنا يحضرون أونلاين الفائدة خذوها 20% حتى المعلمين كانوا يعتذرون من أبنائنا يقولون اعتذارنا لكم أننا ما قدمنا لكم الشي اللي يفيدكم زين أنا شدعتها العيالي وجبت لهم مدرسين وصلوا إلى 50% هل الاختبار الورقي يقيم عيالنا؟ هذا الجانب الفني والجانب الدستوري حنا اليوم اجتماعنا الجانب الصحي الجانب الصحي الوزير التربية يقول إذا استشعرت الخطر سألغي الاختبار الورقية إذن حياتنا راهن استشعار الوزير لأن الخطر ما زال موجود زين هل أنت اختبرت الطلبة أونلاين قبل هالمرة عشان تبني عليها غش؟ ما صار اختبار أونلاين عشان أقول غشه إذن أنت قاعد تطعن بالكليات والجامعات والماجستير والدكتوراء اللي اختبروا أونلاين اللي وصلوا رسالتهم أونلاين أنت تطعن فيهم لأن الثاني عشر للحين ما اختبروا أونلاين فاش لا تقول يغشونهم ما اختبروا إذا تبي تقول يغشون خليهم يختبرون أول شي شوف هل هم غشوا ولا لا حنا كلنا فخر بمعلمين الطلبة اللي قالوا حنا نقيم الطلبة وهم على قدر المسئولية وعارفين اللي شارك بالصف وعارفين اللي حضر وعارفين الطلبة شنو قدموا في الأونلاين